محمد عبد الحسن محمد طالب في جامعة العين كلين الصيدلة ولو أشرح لكم هذا الجزء من المحاضرة الموحدة سابقاً بالشابتر الثاني هذا الشابتر الثالث وله هو مكتوب شابتر عشرة لأنه هو شابتر عشرة بالكتابة من المحاضرة الموحدة هذا الشابتر الثالث بالشابتر الثاني خذيته اياه مصطفى سباستوريس وما ادري شنو وبالشابتر الاول خذيته اياه الامولشن واحد منها سأغل لكم من الامولشن و السمي سالي مواد الشبه الصلبة순ّا هم اخوان السمي diseلل ولامولشن اخوان واحد كاظب ايدي ثانية اذا ما يفتهم الامولشن لحتيه بالسمي سالي وذا ما لا يفتهم السمي ساليott لاحتيه بالامولشن مو ش Bahnim históف والمراشرة بالامولشن جواقف الباحلة والسمي سالييد يحتاج الطلاب منك ان تعرف الامولشن Silence بنهاية هذه المحاضرة نحن قدرون أول شيء differentiate between the various types of semi-solids based on the basis of the physical and chemical properties نحن قدرون تفرقون من أنواع مختلفة من المواد الشبه الصلبة حسب صفاتهم الكيميائية والفيزيائية نحن قدرون enlist the criteria for the selection of the semi-solid base to treat a topical affliction Describe the method to incorporate an active ingredient into a semi-solid base لحق تصير عددكم القدرة على أن تعطون الشروط المطلبة من أي مادة شبه الصلبة أو قاعدة شبه الصلبة حتى لا يتعالجون أي مرض جلدي أو السطحي موجلدي وبنفس الوقت لحق تقدرون أن تدخلون أي مادة فعالة بداخل مادة شبه الصلبة كيف ما افتهمنا نحن نشرحها لاحقا تعرفون الفرق بين ointment والcream والgel شبه الصلبة من الشبه الصلبة طبعا الفرق الشائع بين هذول الثلاثين الاويتمنت بيدهن أكثر كريم بالنص ونص وتجلق كل ماي بل زعب مثل ما شفون أكو exception لهاي القاعدة مو شرط نحن تقدرون أن نصنعون اويتمنت للعين اويتمنت للجلد اويتمنت positive اول شي خير نروح على الاويتمنت الاويتمنت أو جل هم سمي اضم دوسش فورم انت manners for topecal هذا الاويتمنت والكريم والجل كل هم عبارة عن شنو assistant دوسش فورم شكل جرعة شبه الصلب مصمم خاصيسا ل اسباب سطحية topical نحن نحطه على سطح الجسم ممكن تحطه على ال eye , ممكن تحطه على الجلد مباشرة ممكن تحطه على سطح العين , ممكن تحطه بالnasal cavity , بالأنف , ممكن تحطه بالفجينا , ممكن تحطه بالركتم أغلبيةهم , يعني صدق وصدق , الدوان استخدمه على المادة الفعالة الداخلة وهذا الفعالة الداخلة لاحسسوين تأثير وهذا تأثير مرغوبي بس , أكو مجموعة من هذني , نسموهم المدكيتد ما يحتوى على المادة فعالة , وأيضا لهم فوائد هذني الفوائد يطينه , دينجل من شكل المادة الفيزيوي مواد حامية و مواد مزحلقة مثلا بالعمليات مع ال اندوسكوب , شايفين الاندوسكوب غير ؟ هذا اندوسكوب , هذا هو الاندوسكوب , عبارة عن انبوبة طويلة و بها كاميرا حالو ؟ هذين قبل لا يحطوها بالجسم الانسان , حطونا عليها شويتين مادة لوبريكت على موت الزاقب سهولة و تدخن من الدوم و ما تتأذي التشيو الداخلية من الانسان وبنفس الوقت استخدامات الثاني للوبريكتد مدري شنو , فاسلين ما فاسلين الفاسلين هو لوبريكتد على سبيل المثال قدرون شاكوش هي تقدر استخدام الفاسلين دير فاكربين للوبريكتد تحضر التشيو الداخلية لبعض الوكال و الوكال بالرقب من ان السميسوليس جميعهم يكونون توبيكال هذا مو شرط على ان جميعهم لوكال محليات ممكن تحضر شغلة على جلدك و هاي الشغلة لح تفعل سيستمك لح تشتغل على جميع الن hips الح لح التعبر جلدك بالاااااك بالااااك بالاااااا وتعبر إلى الدم و بالدم يوديها الي الله أعلم وين و في الله أعلم وين لح تشتغل هاي سبيه مثال لك نيكاتين جعله و نيكاتين باتشيس تحطهن على جلدك ماشي لاح يسوان لاح يدخل من جلدك يدخل الى الدم ولاح يشدغلا بالدم هذان يستخدموه الى اشخاص يدون يقضعون التدخين على المود يقلل من التأثير الانسحابي اللي ينتج من قطع التدخين بشكل مفاجئ ありがとうございます اي حتوى اي 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 حتوى اي اي الاي revolution الا اي عيشوتكو ان تت denote هذا الح Happiness اي حتوى اي اي الحتوى اي الافي اي الحتوى fitsur المادة الفعالة بيدرك هاي لحت توصل المن للجلد. انا مو اتعالج الجلد وحبناها حطيناها عجلد. اوكي وكون بيها الاسكن هو هو العضو المتأثر. يعني شنو؟ مو سيستامك. مو مثل النكاتين هاي. لا. هاي شؤون اخرى. وطبعا تقدر تعوض الاسكن بايشي اخر. مثل ما قلنا هنا يروحنا الاكثر من الاسكن نحطه بالعين. ممكن يكون انتباياتيكس العين. هذا ايضا لوكال. الانتباياتيكس ما دخلنا للدماتي وما راحا يكتلن البكتيريا بجميع الحال جسمي. اذا ظلنا بالعين هذا يكون لوكال. حال الحال هذولي. حتى لو بالرغم انه ما يشتغلون عجلة يشتغلون على العين. السيستامك افكت. هذولي ما راح يشتغلون على الموقع واحد. عشتغلون كل مكان. السكن كنسوات اناتوميكال لايار. مثل الابي درميس والسبكوتينيوس فات لايار الجلد متكون صدق او صدق من الابي درميس والدرميس وسبكوتينيوس. ما اخذيها قبل كل حياتكم ما اخذيها بابتداعي بالمتوسطة وحتى من الكلية. السكن الكتاب بالمتوسط للترميس والترميس والترميس على مستخدم الابي درميس والترميس بسيستامك. بهاي الحالة لح نحط شغلة على الجلد على متعبر الجلد وتروح يسوي شغلة في مكان اخر. نح تكون تأثيرها شنو نسميه سيستامك. نظامي. لح تدخل للسيستامك سيركيلايش. نح ندخل للدم. ونح تروح للمكان اخر. مثل ما اتفقنا اي ناكتين. يكون لهذا في مالتها يكون with the skin not being the target organ. بسرعة هاي جملة انا نشوفها خاطئة. المفروض يقول with the place of application not being the target organ. لان مو شرط تحطه على الجلد. مثل ما اتفقنا نحطه على العين. وهذا ايضا يعتبر local. ممكن سيستامك. مهما كان الموقع اذا يروح يعني اذا تحطه على جلدك ويشتغل على جلدك هذا شنسميه سميه local. تحطه على جلدك ويشتغل بطنك هذا شنسميه سميه systemic. Systemic drug absorption should always be considered when using topical products. If the patient is pregnant or musing because the drugs can enter the fetal blood supply, breast milk and transfer to the fetus or a nursing infant. اقول بشكل عام اي topical drug تستخدمها. وهي topical drug تكون systemic. لابزم اتدير بالك عنه من على ال pregnant and musing. ال pregnant هن الحوامل ولم يوسق هن يربع عن ابنهن. بالحليب. لان هذا اللي يدربش لاح يدخل للدم. ورا ما يدخل للدم. ولاح يروحا لاح يروحا للإنفت لاح يروحا للدم مع الجنين. وطبعا اذا مثلا عندكم مواجهة تاخذ نيكتين. نيكتين جل. هذا الابنمات لاح يطلع سقارة بيده. ونفس الشي ممكن يوصل للبريست ملك. والبريست ملك يروح من الأوم لاح يروح للطفل. وطبعا هنا انا كات بيلك nursing infants. nursing infants يعني شنو اطفال ممرضين. انا عبايا لازم على الأقل تكون 18 قبل تدرس تمريض. بس لا. كلمة nursing بهذا المعنى بهاي الكونتكس معناتها. اللي جاي يشربو الحليب. Okay. Recently there is an increase in number of topical ointments, creams and gels designed to deliver a drug system. فنقلك. حاليا في الوقت الحاضر. يعني من كتابة هذا كتاب ممكن ما أدرا 1985. يعني صارفة صابقة قديمة. من نسبة إلنا. الاointments والكريمات والجل صارت استخدامهم بشكل كبير. كلهم؟ لا مو كلهم. بس جماعة السيستمك اللي يشتغلون بشكل السيستمك. صار زيالة بالاستخدام. مالاتهم. This is often accomplished by the addition of penetration enhancement to the topical vehicle. ليش؟ يعني قبل شماعة شنو. ما يعرفوا شنو كريمات بالعصر الوسطة. ما شنو عندهم كريمات. لا شنو عندهم كريمات. ما شنو عندهم كريمات. محسنات العبورة. محسنات العبورة. محسنات الاختراق. هذاني عبارة عن مواد. نحطهم بالسامي سوالة. على مولي سهلا على. السيستمك دراج مالاتنا. على أن تعبر الجلد. وتروح لهنا. هذان ما شنو عندهم قبل. فهسا احنا عدنا اياها قبل. هسا في الوقت الحاضر. فنغلبهم. وبسهولة نقدر نصنع هذا الأدوية ليشتغلهم السيستمك. لان قبل إن شان الدراج مالتك. ما يقدر يعبر الجلد. خلاص خربة السالفة. لا يقدر تخلي. يعبر الجلد. بس هنا أنا نقدر نساعدها باستخدام. المواد كميائية. اللي هي مواد كميائية. يساعدا. اللي دراج مالتنا. على أن يعبرهم من الجلد. ويروسلا للهدف مالتهم. اللي هو السيستميك سيركيليشن. والسيستميك سيركيليشن. والما شانا نريدان روحا. The rate of the drug movement across the skin. شنو هي العوامل اللي يؤثر على الدراج مالتي يعبر بالجلد. يعني ليش هذا الدراج يعبر بالجلد. هلأك ما يعبر بالجلد. عدنا أول شيء. The drug concentration in the vehicle. كل ما عندك الدراج أكثر بالجل مالتك. كل ما الدراج لا يمشي أسرع. Okay. Physiochemical properties of the drug. Substrates such as soliability, Partition coefficients. PKA والملكل الويت. صفات فطرية موجودة من الدراج نفسه. أكو دراجات يعبرهم السهونة. مثل النيكاتين. أكو دراجات لا كلش كبيرات ما يدخلين اللي تموتون. Okay. وهذان الصفات. الصفات اللي أثرا مثل الذوبانية. كل ما الذوبانية أكبر. كل ما يكون أسهل على أن يعبر الجلد. خصوصا باللي يكون يذوب باللويل. Partition coefficients. Partition coefficients. طبعا المفروض يعني. ما أخذينا بالعضوية. اللي هي أيضا مادة وزارية اليوم. بس بشكل بسيط. ومدى ما أدخل بالتفاصيل. هي. كمية. إشجاد هذا. اللي دراج يحب يذوب بالماء المقارنة. وكمية الحب مال تعالى يذوب باللويل. Okay. الPKA. اللي هي الPKA. ماخنية من متوسطة. وهي كلمة الحجم الجزائي. هي كلمة الحجم الجزائية أصغر. كل ما يدخل أسهل. The characteristics of the base or vehicle. Hydrophic or lipophilic character. والViscosity. لدينا صفات مال base. طبعا ناكو شخصة نجاتة قلكم ياها. Okay. قلنا نحن الدراج مصنوع. ده السمي صالد. درس اشفهم. إما يكون base بحدة. وبهاي الحالة نسمي. Unmedicated. ولا استخدامات حماية. وإما يكون medicated. وبهاي الحالة. ومتكون من base. ومتكون من drug. لا حجيب البيس. وحط على الدراج. ويصير عندي سمي صالد يحتوي على هذا الدراج. فبالإضافة إلى مواصفات الدراج. يؤثر على قدرة الدراج. على أن تعبر للجلد. مواصفات البيس أيضا تأثر. إذا هل هو هذا البيس. يحب المال. ويحب الدهون. هل هو لذج جدا. أنه مهلسة جدا. وآخر ثالفة. اللي هي الجلد نفسه. الجلد نوعه شنو. هكون أشخاص. مثل ما شفون. البنات كلهم يعرفون هاي السوالة. في مال التجميد ومدري شنو. بس إذا أنتم جماعة. إذا شايفين دعايات قبل. نقل لك. هذا الدواء جيد للشعار الحساس. هذا جيد للجلد الرطب. هذا جيد للجلد المدري شنو. حالات الجلد نفسها. يتأثر على المالتنا. وتأثر على السميسوغد مالتنا. في هذا السبب دائماً أكون. يعني موالي تجميلية. يكون استخداماً أفضل على هذا النوع من الجلد. إذا الجلد يكون مكسر. يكون hydrated. ممكن يكون oily. ممكن يكون كل دهن. ممكن يكون كل مال. ممكن هذا. الجلد الموجود على إيد الفلاح. مو نفس النوع اللي موجود على إيد خريجة اقتصاد. مو نفس النوع اللي موجود على إيد خريجة اقتصاد. مو نفس النوع اللي موجود على إيد خريجة اقتصاد. مو قام. أجد الكتاب заключs against smoke and management. وكلاً يكون في كتابة للبعث من إيدurte. مو واستخدمي كلهم خارجي . اجعني بأسمي سسله الدائماً يكونون topical. كلاً ستنا rotilla. أجد الكتابة أ應 sandwiches. ممكن تم كلاً من بايس. بها الحال نسميهم unmedicated. aؤ من كلاً من بايس زاء الدrocks. أر الاسجى اللي مو متسام من المذكاًครهة. قلنا شنو يسوي الانو ميدكايتد يطيب بروتكشن يطيب لوبركيشن يطيب حماية يطيب الحلقة وهاي واحدة جديدة جابوها ليش جابوه هنا وليش ما حاجوها قبل لان الاويتمنت او اه اللي هي الاملينت الاملينت هي حفظ السوائل على سطح الجلد اكل جلد بسوائل بماء جسمك يفرزه واذا تحطع فوقه مادة املينت لح يمنع الماء من ان يتبخر ويهرب من جلدك اوكي وهاي الصفة اوكي البروتكشن واللوبركيشن موجودة بجميع الاويتمنت بس الاملينت هي صفة خاصة المنه للدهون ايشي اويلي يكون عنده قدرة ااملينت طبيعية بيه فمثل ما احنا طفقنا قلنا الاويتمنت يحتوى لأكبر كمية من الدهن بينما الكريم يكونوا شوائة اقل بينما الجلدات يكونوا بعد اقل فالهذا سبنتوقع ان الاويتمنت ينتمي فقط للاويتمنت وشوية للكريمات بينما الجلدات لا الجلدات ما يحتوى على املينت افكت اوكي وطبعا هي يكون حسيت عليها لكم بالموصفكيشن اذا عندك جلد اوكي وفوق هذا الجلد اكو ماء وفوق هذا الماء اكو اويل الماء شلان وين يروح؟ ما يدار يرجع بالجلد ولا يدار يتبخر ويطلع من الجلد لان فوقه اكو دهن والدهن والماء ما ينخلطون اوكي فهذا يطي تأثير مرطب اوكي ايرونيكلي بشكل عكس تتوقع الاويتمنتات اللي يحتوى على كمية كبيرة من الدهن وكمية قليلة من الماء يكونها مرطبات افضل من اللي يحتوى على ماء اكثر الاويتمنتات جميع السميسولد بشكل عامل هم مصيرين ياما استخدمهم قبل ياما احط عليهم الدواء واستخدمهم الاويتمنت بيسس هذاني قواعد قواعد ما احتي على البي اتش ولا احتي على هذا حامضي هذا قاعدي هذاني مبساطة قاعدة بمعنى انه الاساس الماء الده مالتي اوكي عبارة عن اوينتمنتات هذان الاويتمنتات ما بيهن اي مادة فعالة وانا اقدر احط عليهم مادة فعالة هكي انا لحي تقسمن اربع نواع اوليجينس دهنيات ابزوبشن بايست قواعد ممتصة واتر ريموفابل واتر سوليابل اوكي ممكن ازالة بالماء وممكن الذوبان بالماء اوهسنا نقضهم واحد واحد ونعرف ذو شايح شوانه شنوه النواع قبل لا نبدي مدرهم وليش حطين هذا المقطع يعني قبل هذا المقطع المفروض هذا المقطع يحطونا اول وبعدين روحوان يعددون انواع بس خلينا نشوف شن هي الصفات الجيدة بالاويتمنت شن هي الايديال بروبرتيز في الاويتمنت صفات مال الاويتمنت المثالي اوليش يكون مستقر سهلها موجودة بجميع الدوساج فون ما اراد لها فهم اذا الاويتمنت ما لتك ينفجر نبعا ما احطه بالثلاجة هاي شي خلا مزينة اوكي نوترال ان رياكشن ما يتفاعل نفس النقطة الاولى طبعا انتم لا تخافون صحية 16 نقطة وما ادرى شنوه يا بوي اشي حفظني ايها بس ارا كلهن كلهن عادة كلهن عادة وما كلهن عكس ثانية اوكي نوترال ان رياكشن نفس النقطة الاولى اوكي لا يتفاعله واي وما ادرى شنوه ويخرب اليدرق اوكي نان غريسي ما يكون دهني زايد هذا عن اللزوم لان اذا يكون كلش كلش غريسي وكلش دهني يكون شويتين شكله مقرف ما احبونه نوت ديكريسنج ان اكشن وبنفس الوقت بالرغم انه مو كلش دهني هواية يكون شنو غير مزيل الدهون اوكي انا هسه اوكي الانسان بشكل عام عنده اويل بالجلد ماته بشكل مستمر لهذا السبب انت شايفين الالماس لمن يكون براق كلش بس لمن تجيسه يتقل البراقية ماته ليش لان الاول ما تكمل اللي جاي يفرزى جسمك جاي يلزق بالدايمند بالالماس وجاي يخلي يلمع عقل اوكي الماس ما بيشي بس وصخ لازم تغسلونه اوكي فهذا الاول مو حاطينه هاتشي كمقلب لشركات الالماس لا الا فعالية الا شغل انه حامي فطبعا اي شي يزيل هذا الاول اللي هو موجود السبب راح يخرب صحة الجلد راح ياثر سلبيا على صحة الجلد لهذا السبب احنا ما نريد الاول ماتنا ان يكون مزيل للدهون الطبيعية هاي مبينة اذا احط لك اويل اويتمت على ايدي وايدي رأس ان صارت حمره وانتفخت هاي الشغلة مزينة ما يكون مزعج او سبب حساسية ما يسبب جفاف احنا الجلد ماتنا بشكل طبيعي يكون شماله مرتب شوية فهذا الماي يعني يطلع على فايدة مو تشحطي نكلاوات فاذا نزيل هذا الماي الشغلات مزينة تصير وهذا يأثر سلبيا على صحة الجلد فلهذا الاويتمت ماتنا لازم ما يحتوي عليه دي هايدري دي مزيل للسوائل انان هايجروسكوبك ما يمتص الماي من الغلاف الجوي واتر رموفابل بسهولة اقدر اتخلص منه عن طريق الماي بصراعه هاي يعني مو شغط ايديل اكو احيانا انا اريد هذا يلزق لزق خاص بالماء على الماي ومرات لا اريد اقسله بسرعة ويرولي نفس النقطة الثانية لازم ان ما يتفاعل وهي الادوية اذا انا عندي الدواء وحط عليه البيس ماتي ورأس انقاموه يتفاعلون واحد ضحكت للثاني ياما الادراج ماتي يتخرب البيس ياما البيس يخرب الادراج free from objectionable odor اوكي الرايح ماتي لازم تكون على اقل مقبولة ليش لان احطه على جلدي اوكي واذا حطه على جلدي وريحته مزينه انا احصي ريحته مزينه الواحد يريد يكون ريحته مزينه غير سابق وهي همانه نفس السبب العاشر اذا انا عندي اويتمنت حطيت الاويتمنت على جلدي وبعدين صار جلدي اخضر وهي شغله مزينه capable of serving as medium for drugs that are water and lipids soluble انا اخيرا نقطه بيها تفكير احنا الاويتمنت ما تنحكون باكثر شي اويل حلو فبهاي الحالة لازم هذا الاويل عنده قدرة على ان يمتص الادو الاكتيف بالرغم من انهن مهما كانن water soluble لو lipids soluble لازم يشتغل الان وثيناتهم efficient on dry oily or more skin ما يهتم بنوع الجلد يشتغل على جميع نواع الجلد حتى لو جلدك جاف يشتغل عليه جلدك كله دهن يشتغل عليه جلدك كله ماء يشتغل عليه بدون اي مشكلة مصنع من مواد سهل الحصر عليها ومعروفة بساطة مصنع من مواد سهل الحصر عليها ومعروفة مصنع من مواد سهل الحصر عليها ما يخلي حياتك صعبة بسهولة تقدر تخلطهم وتحط تبيعهم قبل مصنع من مواد سهل الحصر يكون سهل الاستخدام على المريض من انهم لاح اول ما يجيسون الجسم بفعل درجة الحرارة او بفعل التيميا مرتهم ويجلد لحي يصيرون نعمين وبسهولة تستخدمها على جلدك خلينا ناخذ هاي هاي المقطع المفروض كله يشيرون نحطونا بهاي الصفحة مذللج حطينا بحد فحطينا بين التعداد وبين الشرح مال التعداد قلنا اول شيء الاويتمنت نتقسم الى اربع نواع اللي هي الاوليجينيس ابزوربشن واتر رموفبل واتر سوليابل بايسيس فلحنا ناخذ على اول واحد اللي هو يهو الاوليجينيس الاوليجينيس بايسيس ايضا يسموهم بالهايدرو كاربين بايسيس اللي هي، انا نمي معي او من دهون الملس او من الوضع الملس 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 ويمنع حروب الماء نفس النقطة الأولى بس عادوها مرة ثانية و المحاضرة أصير ثمانين سلايب أو مية و سبعة و عشرين صفاة يستخدمون إكلوسيف درسنج ماذا هو الإكلوسيف درسنج إنما واحد عنده جرح و هذا الجرح شويتين قوي عنا مو يكون هذا الجرح نظيف يستخدمون درسنج بس مو أي درسنج عادي يستخدمون إكلوسيف درسنج درسنج أو باندج يكون يمنع خروج الماء من هذا الجرح فبهاي حيث يستخدمون ألجينس بيسس على الباندج هاي أخيرا نقطة جديدة يستخدمون نقطة جديدة يستخدمون نقطة جديدة بس عجرة طويل من دون ماجف بسبب الصعوبة بسبب إنه مصنوعات من أويل و الأويل ما يحب الماء و الماء ما يحب الماء و الماء ما يحب الماء هاي عداوة بينات وبصالة سنوات عداوة عشارية ما حديد رأسها نشرون بلف بس الماء يكره الماء و الماء يكره الماء فما لاحين نغسل بسهولة و هاي شغلة ممكن تكون جيدة و ممكن تكون سيئة حسب الاستخداماتها بس الكتاب بندل ليش قافي على إنها شغلة سيئة الماء و الماء يمكن تكون سيئة و الوضع بالتحديد و الواقع تكون قاعدة إذا عندك تريد تضيف ماء إلى هذه القاعدة أو إذا تريد تضيف مادة الذوب بالماء إلى هذا الباس مثل الاختيف مالتنا صدفة إنها المادة الدوب الماء سيكون شنو تقدر تدخلها بالقائد المادة بس بكميات صغيرة وأحيانا تكون صعبة عندما يكون المادة المادة يتبعون إلى المادة الماء البيتروليوم يمكن تستخدمها كميات المادة وهاي حتى يكريش مافتهمنا نقلك المادة الفعالة مادتك إذا هي مو سائلة والذوب بالماء ومائد تكون مادة مادة صلبة تقدر تدخلها بالهيت بماتك على شرط أنت استخدم وهذا الليفويتanych ايجنت يكون white petroleum اللي هو ايضا اسمه�� والفضل هي عملية خلط بالوجود المياه هي كل مائة كمية وكل كبيرة يعني تسريح لك شغلة غ DOA اوكي زائد ماي يساوي فبهاي الحال اللي هو ما عندي يساعد على خلط الماء ادوية الماء راح يستخدم اللي هو المنيرال اويل يخلي العملية اسهل اسباب كيميائية معقدة الكتاب ما حاجش عليها انا ما لا حاجش عليها الأمثلة مثل البترولاتيوم اللي هو الفاسلين كليكم شايفينه كليكم متحبونه كليكم تعرفونه مثال اخر اللي هو الوايت بترولاتيوم أيضا يعرف بالوايت الفاسلين يعني الفاسلين ابيض اللي هو نفس الفاسلين بس ابيض اليالو اويتمنت اللي هو مثل الوايت اويتمنت بس يكون يلا مثل الاويتمنت الابيض بس يكون لونة اصفر الوايت اويتمنت اللي هو الاويتمنت الابيض يكون مشابه للاويتمنت الاصفر بس شنو لونة ابيض سهلة لمو سهلة البترولاتيوم اللي هو حسب تعريف اليونياتي ستايت فرموكروبيا هو وهو عبارة عن خليط منققة من مواجه تشتبه صلبة يكون من هيدروكاربونية حصلناها من البتروليوم النفط حصلناها من النفط يكون لونة طبيعي اصفر او امبر يكون اصفر او مثل العمبر ومرات يسمونه باليالو باترولاتوم او بالبتروليوم جيلي ولكن هذا الاسم الخطأ لانه هو مو جيلي طبعا جيلي هي مرادفة للجل وقلنا الجل بي كميات ما قليلة وهاي بصراحة ميس نومر واسم خاطئ بس هو هذا اسم اللي استخدمونا بعدش نسوي لهم ونقل لهم اسم غلط وبعد هو هذا الاسم الشائع ما نقدم غيره اللي هو بيتروليوم جيلي بالرغم من انه هو مو جيلي هو اويتمنت سموناه باتروليوم جيلي وديروا بالكけ dilukov done ودير ابالكم فرقونا بين كلمة باترولاتوم وكلمة بتروليوم. خافي يقولولكم باترولاتوم جيلي. государeket ايquer يلا باتروليوم جيلي ايقط ويتروليوم جيلي اكو يالوي كليلو بواترولاتوم وايكونریوم جيلي ميزة الوصولية الفاسالين الوصولة الوصولة هو مثل الوصولة الوصولة هو عبارة عن بيترولاتوم من البترولاتوم نفس التعريف من الفاسنين العادي لما نوصل هنا يجي الفرق يقول لك ذات هس been wholly or nearly decolorized امسار ازال الالوان بشكل جزئي أو بشكل كامل ويت بترولاتوم is also known as ويت بترولاتوم جلي صدق ولا تصدق بس هنا أنا اي never mind بتروليوم or white a commercial product is white vaseline لكم تعرفونه لكم تحبونه مثال عليه هو white vaseline حلو خلصنا من هذول الثنين ومعائلة واحد منهم مجرد هذا هيدروكاربنات خذناها من القاع والثاني هو عبارة عن هيدروكاربنات خذناها من القاع وزننا لو مالته اليلو اويتمنت بشكل عام هو عبارة عن vaseline زائر شويتين شمع ما لنحد هس تشوفونا اليلو اويتمنت اليلو اويتمنت حسبها تقول اليلو اويتمنت هز تشوفونا هز تشوفونا هز تشوفونا هاي الفورميلا اليلو واكس اليلو واكس بشكل عام اليلو اويتمنت عبارة عن خليط مصنوع من البوترولاتم قبل اتفقنا عن شنو هو البوترولاتم هو فاسلين وشنو حصلنا عليه حصلنا من نفطون مدر شنو زائد يلو واكس شمع أصفر هذا الشمع الأصفر مين نجيبه نجيبه من خلايا نحل العسل من الشمع مال خلايا نحل العسل The honeycomb of the bee نحن نسرقها وش نسوي بها نحطها ويا البوترولاتم مالتنا هل مو نحصل على اليلو اويتمنت يعني اليلو اويتمنت هو عبارة عن بوترولاتم زائد يلو واكس الوايت اويتمنت صدق ولا صدق هو نفس الحاجة كله بس هل مالنا هستخدم وايت واكس ويا الوايت بوترولاتم والوايت واكس هو نفس اليلو واكس بشنو تعرض الي بليتشينج اند بيوريكيشن حصلنا عليه من تبييض كل واحد وتنقية الشمع الاصفر اوكي وطبعا لما هو الشمع الابيض بنش تحن نستخدم نحن استخدم بوترولاتم ابيض بوترولاتم ابيض يستخدم شمع ابيض بينما الشمع الاصفر يستخدم بوترولاتم عادي بالذاتما الاصفر هو نفسه العادية الابزورفشن بايس اللى هو النوع الثانى هذولى مدل نشكات بيون واحد مفروق البروثمية ميهم الابزوربشن بيسيس هي عبارة عن قواعد سمي سولد عدهم قدرة على ان يمتصون كمية كبيرة من من؟ من السوائل ويحتقسمون النوعين those that permit the incorporation of solution resulting in the formation of water and oil and moisture for example hydrophilic petrolatum يقول لك هذين المواد اللي عندهم قدرة على ان يدخل عليهم الماء وغرا ما تدخل عليهم الماء اش لا حيصير اللي حيتحول الى water and oil emulsion ولهذا السبب قليت لكم الامولشن مهم لازم تشوفونا قبل لا تشوفو هالمحاضرة مثال عليها هو hydrophilic petrolatum بشكل بسيط ومدون ما اتاعبها عليكم هو عبارة عن امولشن water and oil emulsion ناقص الماء يعني تخيل انت قاعد قليت لك سوي لي امولشن وروح تسوي امولشن بس لما حطيت ماء ما حطيت ماء عفتها بحد عفتها مدون ماي ليش عفتنا مدون ماي لان انا الصيد الان ورا ما اشتري راح احط عليه ماي وهذا المال حيكون بمحلول مال المادة الفعالة ما انتي انا احط الماء عليه لما احط الماء عليه هو بحده اوتوماتيكية يمدون ماء اجهيسة راح يتحول الى امولشن يتحول الى water and oil emulsion ليش قلنا water and oil لان جايز يقول الاويتمنت والاويتمنتات كلهم water and oil كلهم يكونون دهنيات والنوع الثاني اللي هو شن يكون water and oil emulsion that permits the incorporation of additional quantity of aqueous solution مثل الانولين الانولين هنا انا لا ما راح يكون مادة و انا احط عليها ماء وتتحول الى امولشن لا هو منه بيء امولشن بس كمبية الماء البيه كلش قليلة بحيث اذا انا احط عليه ماء ما راح يفصل لا هذا الماء راح يدخل بالفقاعة و ايضا يتحول الى امولشن يعني يا اما اضيف علي الماء و انقلب امولشن يا اما هو اصلا امولشن و عنده قدر علي ان يستلم الماء زيادة ان يستلم الماء و لا يستحول الماء انه يفتح على الوزن مانته بشكل امولشن و لا يستحول الى ابوث من الماء تحول الأول مثل ما حت تلك الماء ابوث عن السياق و تحول الايام انه يقاوم لام زيادة ماذا يفتح على الوزن الفيز الخارجي يكون دهني They do not provide the degree of occultion afforded by allergenous spaces ماعدهم كونهم مصنوعين من دهن وماء على عكس الallergenous spaces اللي هي مصنوعة من دهن فقط يكون قدرتهم على أن يوفرون الاكولجن أقل من غيرهم لأنهم يحتوون على كمية أقل من الدهن وكمية أكبر من الماء وقلنا الاكولشن ينتج من الدهن كين شوكولاشي الدهن؟ نقول عليه الاكولشن مثل الهايدروفيليك بيترولاتم اللانالين والموديفايت لانالين الهايدروفيليك بيترولاتم هو عبارة عن بيترولاتم هو بصراحة هو white ointment هو بصراحة white ointment مو بيترولاتم بيترولاتم وهي هذا الويت واكس وهي الوصفة العادية هاي نفس الوصفة مال من نفسه بس شويتين مغيرين بالأرقام شنو الفرق بينها وبين الهايدروفيليك بيترولاتم نحن نحط شنو كوليسترول وستيرايل الالكهول وتذكرون قبل تذكرون بالأمولشن الاستيرايل الالكهول وكوليسترول شلي كانوا كانوا كوليسترول اللي هو من جماعة الموليكيلر ويت الكهول يحب يكون ليبوفيليك ويحب الاويل والاستيرا الالكهول اللي هو بالنفس العائلة الموليكيلر ويت الكهول ايضا يكون كوليسترول بس هو يكون هايدروفيليك محب للماء اوكي هذول عبارة عن كوليسترول الالكهول وغياهم دهن اللي هو البترولاتم والاويل والواكس فشنو نقصهم نقصهم ماء فانا لما نحط عليهم ماء اوتوماتيكيا نحن نقلبون الى امولجن اويل واتر امولجن وطلع هتلاحظون طبعا نستخدم امولسفاينج ايجنت واحد هايدروفيليك وواحد لايبوفيليك كوليسترول يكون محب للدهون والاستيرايل الالكهول يكون محب للماء والاستيرايل فاستخدم اثنين واحد واحد ناصي على مودة اخلطهم بتراكيز مقتلة فهو حصل اي ايش البيان اريده هنا مستخدم نفس الكمية كمورشل برودكس مثل من مثل الاكوافور والاكوا بيس هذين نجرد اسماء تجارية امثلة على ال الابزوربشن بيس هاذا الهايدروفيليك باترولاتم هاذا يعتبع النوع هاي وصفة هاي وصفة عادية بس هذول هذول اسماء تجارية هذول النوع حسب المانيفاتشور حسب الصانع عدهم قدرة احيانا على ان يمتصون ثلاث أضعاف وزنهم بالماء ويستخدم اكثر شي على موضة الدخل لك مادة الثوب بالماء في السمي سولد دهني على سبيل المثال التوبرمايسين سولفيت اللي هو انتيبياتيك يستخدمها جدا شهير بالعيون التوبرمايسين يستخدم تطعف عندك التهاب او التهاب عيني مسبب بكتيريا راح يطلون بس انا مالي يكون سائل ليش مالي يكون سائل خذناها يمكن بس انا مالي يكون بس انا مالي يكون بس انا مالي يكون نون فيسكس واذا كان نون فيسكس ما راح يلزق بالعين واذا ما يلزق بالعين ما راح يشتغل رأسا عينك اتغمض عينك وتفتحين مسحة الدقرة كله وطشرته بالقاع فانا اريد يكون شويتين فيسكس اكثر شويتين لزج اكثر فش لا راح يسأ ولا راح حوله الى اوينتمنت لحاخذ هذا التوبرمايسين اذوي بماء لان هو يذوب بالماء هو يحب الماء يحب الدهن يعمل دهن ورا ما ذوبت بالماء لحاقت هذا الماء واذوبه باكوافور وبعدين احط هذا الاكوافور او اكوابايس بعيني فهو لا هيلزق بالعين ويشتغل وقت طويل يظل يوم العين وقت طويل لا هيشتغل بها لا يكون عنده كونتاك تايم طويلا لا هيكون عنده وقت ألتساق عالي فحيكون عنده مجال ان يشتغل ويسوي فعله الانالين حسب الانهايدرس معناته معدوم من الماء راح نحصله من الخرفان خصوصا او تحديدا من الصوف مال الخروف ناخد الصوف الخروف نحن ننقي نتحول الى واكسلاك سبسلس مادة مشابهة للشمع نحن ننظفها ونزيل اللامالتها ونزيل الرائحة مالتها ولو حكون الناتج النهائي يحتوي على لا اكثر من 0.25% ماي هذا سبب سمينا انهايدرس حلو هذا النوع الثاني اللي هو الواتر ريموفابل اللي هو الواتر واشابل هذولي بالرغم من انهم اوينتمنت يكون شنو Oil In Water Emulsion يكون دهن بالماء ويكون اشبه بالكريمات والكريمات قلنا شنو يحتوان على كمية اقل من الماء اقل من الدهن ويحتوان على كمية اكبر من الماء يكونون نص ونص لهم منك لهم منك بما انهم Oil In Water مثل ما يحصلين وهذا امالشن والامالشن قلنا انا مهتم مجبورة عن اصبح استخدم نوع من الماء إذا ان يكون الحصول يكون Oil In Water عين من الماء مالتزين وإذا يكون اا 마ع Panda كل شرط يكون oil in water عمود يشتغل بالدم. بس اذا كل topical شطفقنا بهذه المحاضرة اما الامولشن. اذا topical بكيفة انا اختار حسب ما اريده. اذا اريده ينغسل. اغسله. لازم بهاي الحالة استخدم oil in water حتى ينغسل بسهولة. اذا ما اريده ينغسل. يظل وقت طويل حتى وراء ما يتعرض لماي. استخدم water in oil. بما ان انا جاء استخدم oil in water بهاي الحالة. اكيد هاي المادة سيكون كل السهل على ان نغسلها. او اما منذب عليها ما رأس انا احطه بالقاعة. because the external phase of the emulsion is aqueous. they are easily washed from the skin and are often called water washable bases. بما ان external phase يكون مصنع من ماي. صدق ولا صدق. حيكون سهل الغسل بانتها وبسرعة اقدر اغسله. ولهذا بيسموها قواعد قابلة للغسل. water washable. قابلة للغسل بالماء. they may be diluted with water or aqueous solution. تقدر اتخففهم بالواتر. او محالي الواتر. ليش ان هما oil in water. احنا شا تفقنا بالامولشن. قلت لكم في الشهداء قلت لكم. دائما دائما الامولشن يتخفف بالاكسرنال phase. هنا الاكسرنال phase هي الواتر. oil in water. فاقدر اخفف بالماء. هذولي الابزوربشن بيسس. صح هما water in oil. بس هما exception هاي القاعدة. كون هم مصنعين لسبب واحد اللي هو انهم عندهم قدرة على ان يمتصون ماء تقدر تخففهم بالماء. هما حالة مميزة. بس بشكل عام الامولشن. إذا الاكسرنال phase water خفف بالواتر. الاكسرنال phase oil خفف بالاويل. هذولاك بحث لان هما يعني مميزين. بسبب الاكسرنال phase of the emulsion is aqueous. قلناها. قلناها. they can absorb serious discharge. عندهم قدرة على ان يمتصون او يذوبون كميات كبيرة من الافرازات. كميات كبيرة من الافرازات. كميات كبيرة من الماء. هو اي شاء ذو بي. hydrophilic ointment. مثل حسب تعريف فارماكوبية. is an example of this type of base. is hydrophilic ointment. has the following formula for 1000 graph. مثال على هذول. الhydrophilic. هو هاي الوصفة الطانية اياها. طبعا. أريدكم تلاحظون في الشغلة مميزة ب هاي الوصفة. شغلة شويتين تفرقها عن بقية الوصفات اللي ادخذناها قبل. ممكن تلاحظوها. شوفوه شنو هاي الشغلة غريبة. اوكي خلاص الوقت. بس اطبال جسو اوقف الفيديو. انا مو حاكمك. اوكي سوي التريدة. ممكن راح تلاحظوه. انه. شنو انا هتعرفوها من. تشوفوه هاي الانجريديات. شنو وظيفتها. اوكي. الـ purified water. واتر بعد لازم نحطها. الـ white bottle atom. oil. اللي هو الـ oil medium. مبين. هو عبارة عن الـ oil. الـ emulsifying agent. وهيضو اللي استخدامات. الـ propylene glycol. صوديون sulfate. مدرشنو. هذو اللي كلهم. انهم استخدامات مختلفة. بس انا اريدكم تركزون على المثل الـ paraben. والـ propyl paraben. هذو اللي شنو. اكو واحد شاطر يعرف. هذو اللي كلهم انتاي ماكروبيال. انتاي ماكروبيال. وانا اريد. اجيب الانتباه. مو ليش هنا موجودات. هنبينات ليش هنا موجودات. هنا موجودات لانه مضادات البكتيريا. بس ليش. القبل ما شنو عندهم. هاي السؤال. فهذا. قبل كوليسترول. سيلا. اكوهول. واكس ماكو اي حاضل. لان الـ water. الـ oil in water. والـ semi-solids اللي يحتوان على الـ water اكثر. وكمية الـ oil قليلة. دائما يكون عندهم مشاكل ويالبكتيريا. البكتيريا يقدر يتعيش بالـ water. البكتيريا تموت على الماء. والبكتيريا تموت فيه الدهن. موت تموت عليه. تموت فيه. فبالماي البكتيريا تموت عليه. وبالـ oil البكتيريا تموت بيه. من كثر ما تحب له. فبهاي الحالة كيشوكوا له هاي دروفيليك. يحتوي على تركيز عالم الماء. لازم نوصمات على ما شو يحتويه. نوع من أنواع الـ preservatives. نوع من أنواع الواقيات من البكتيريا. حلو. الـ water soluble bases ايضا يسموهم بالـ greaseless عديمات الدهن. هذا اني عبارة عن water soluble غير دهنيات بس يحتوان على مواد الدهنية. ويذوبهم بالماء بشكل عادي. مطيك بس مثال واحد وما هاتش عليهم هواي فانا ما هاتش عليهم ماء. هذه البكتيريا لا يحتوان على مواد الدهنية. بشنو؟ completely water soluble. water washable. because they are softing greatly with the addition of water. large amount of aqua solution are not effectively incorporating into the base. بما أنهم يذوبوا بالماء. فكلما نحط عليهم ماء زيادة كل ما شنو؟ يصيرون صلب أقل وسائل أكثر. فلهذا السبب يفضل أن ما أضيف عليهم هواي ماء. وما أخضطهم كمية كبيرة. هو أصلا هذا الشابتر كله شنو اسمه سمي سوليد دوسيج فورم. إذا أحط عليه ماء ونقضب سائل عليه مجرى يقرر هذا الشابتر كله. الهدف ماتنا نصنع فتشغله سمي سوليد. فإذا أحط عليه هواي ماء راح يخرب. راح يتحول إلى سائل. وهذا الشغل غير مرغوب بيها. المثال المثال الوحيد هو البولياثيلينج ليكول اويتمت. هو عبارة عن اويتمت. ليس سمينا اويتمت لأن ما بي ماء. هو ما بي ماء. بس هو يذوب بالماء برغم من أنه يعني اويل. البي اي جي يعتبر اويل. The general formula فورميلا فريقريشن. أحجيب أنه ألف غرام من البي اي جي. اويتمت. ونحن نستخدم أربعين بالمئة منها لح تكون بي اي جي تلاتمية وخمسة وثلاثين. والستين بالمئة لح تكون بي اي جي اربع تلاف. واذا ما تتذكرون المفروض البي اي جي تعرفونا. البي اي جي صديق جميع صيداني. بالعالم. كلنا نحن نحب البي اي جي. هو عبارة عن بولي اثيلينج ليكول. هو عبارة عن بوليمر. مصنوع من مونيمرات. وهذا اللي الرقم اللي يطلع ورا البي اي جي. هو يمثل على ذي المونيمرات. بالجزئة الوحدة. فلما انا اقل لك هذا بطل ما البي اي جي تلاتمية وخمسة وثلاثين. اذا اذا تزوم كلش. وشوف الذرة. رح تشوف لك انها متكونة من تلاتمية وخمسة وثلاثين جزئة اثيلينج ليكول وحدة لازقابل ثاني. اوكي. بينما هايا رح تشوف انها متكونة من اربعة تلاف بي اي جي كلايكول وحدة لازقابل ثاني. طبعا اكو اكثر من ثاني يكو تريليونات. ذرايتهم. بس الجزئة لوحدة تحتوي على 4000. الجزئة لوحدة تحتوي على ثلاث وخمسة وثلاثين. وكلما الرقم يكون اصغر كلما هايا جزئة تكون مشابهة اكثر للماء. كلما الرقم اكبر كلما تكون مشابهة اكثر اما بالمواد الصلبة. كما تكون سائلة اقل. فانا العقلط مادة سائلة ومادة الصلبة واحصل على مادة الشبه صلبة. هنا انا عندنا ولخص. احنا نستطيع الامرين بلاده نستخدمها على المود نراجع بشكل سريع عندنا الهايدروكاربونز النفطيات مثل الوايت مترلاتهم والوايت اوينتمنت يكونون هيدروكاربونات مصنوعة من هيدروكاربونز يكونون نحصل عليهم أنها من النفط بما أنها مصنوعات من كمية كبيرة من الدهون شي يكونون؟ يكونون highly occlusive يقولنا الإكليوسيف هي صفة تجي بين الدهن وما تمنع الماء من أن يتبخر main prolonged contact with application site يكونون دهنيات فما يتبخرون ولا يجفون وما يدرشونه فيظلون على المنطقة ووقت جدا طويل وما ينغسلون ameliant effect يطلون تأثير ameliant عامي من الجفاف لأن هما occlusive absorption base الabsorption base يكون هيدروكاربونات مثل هيدروكاربوناتهم واللانولين الانهيدرس أو water and oil emulsion أو هيدرس ما بهم ما يكلش مثل الانولين ممكن يكونوا water and oil emulsion مثل ممكن يكونوا بهم ماء عادي مما أنهم يحتوي على كمية كبيرة من الدهون يكونون moderately occlusive يكونون شوية occlusive ممكن شوية متوسطين متوسطين اللي خواية allow incorporation of aqueous solution شغلهم absorption يعني قواعد منتصة هم ما صنع نحن نسويها خصيصا على ما ينتصون الاqueous solutions ويطلون تأثير ameliant لأنه يحتوي على دهون water removable base يكونون hydrophilic مثل hydrophilic ointment يكونون oil in water ينغسلون بسهولة يعني ويكونوا ما عندهم occlusive تأثير عالي ليش؟ لأن الواتر هو external phase فبهذه الحالة ملاحظ لتأثير occlusive مثل البقية يكونوا water washable مدام هموا oil in water ويمكن يتخفف ويمكن يتخفف الماء وهم عنده قدرة أن يمتص كمية كبيرة من الإفرازات الواتر soluble base الـ polyethylene glycol ointment يكونون يذوبون بالماء ما عنده تقريبا أي قدرة على أن يسوي occlusive ويكون water washable ويكون no water insoluble residue ما يكون عنده أي بقايا لما نخسله بالماء كله يروح كله يروح هذا water in oil إذا أخسله يظل شويتين oil بس ما تحسبيه بينما هذا كله يروح لأن كله يذوب بالماء هو عبارة عن PEG PEG يذوب الماء يذوب الـ PEG يذوب فبهذه الحالة لا يذوب الـ PEG سيلكشين من الـ PEG أنا شلون أختار الـ PEG هذا هو الهواء ندخنا يا واحد نختار ذو الهواء يعني إذا سويها مستكيو يطلع عن 4 سئلة أجوبة ونعف هي واحدة نختار هس خلينا ناخذ كم قانون عمود نعرف عن شنو أساس أنا أختار من هذول الأربعة أول شي The least rate of the drug substance from the base اللي هي السرعة اللي بيها الدراج لا تطلع من القاعدة وهذا مرة ثانية سيف ذا حدين مرات أريد أكون عالي مرات أريد أكون قليل إذا الدراج مالتي يذوب بالماء إذن والـ الأويتمد مالتي يحتوي على هواي ماء بهاي الحالة لاح يطلع بسرعة من السميسود لاح يروح يشتغل بسرعة وهذا ممكن شي أنا أريده وممكن ما أريده بالعكس مادة مالتي الذوب بالأويل وأنا رضي've تصير بطيئة وهي الأشيثуйте هو إقل للأويل أزيد الماء إذا لا هي الذوب بالماء الأقل للماء أزيد الأويل أعني إذا أنت تحط لك مادة ذوب بالماء وتحطهاpełه يهوى أي دين لا تمشي بسرعه هي الذوب بالماء وتحطها ياهوال دين لا تمشي بطيئ والعكس صحيح إذا متوافقين نح يمشون بسرعة وإذا متعاكسين نحن يمشون ببطيئ قدرة الاستخدامه يكون topical ويكون systemic قدرة الاستخدامه هي قدرة المادة على ان تحبس يمنع تبخر الماء قدرة الاستخدامه هي قدرة المادة على ان تحبس يكون مستقر اكثر ويهدهون ويكون مستقر اكثر ويهدهون ويكون مستقر اكثر ويهدهون water washability of the base هل هذه المادة اريدها الضلوق الطويل على سبيل المثال خلينا نفترض واق الشمس واق الشمس وين يستخدمونه يستخدمونه بالشاطئ الشاطئ كله ماء فلازم عنده مقاون الماء بينما عنده مادة ثاني لا اريد استخدمها وبعدها رأسا اخسل ايدي منها اريدها تروح هاي الحال اريد يكون water washable characteristic of the surface to which it is applied هاي المادة ولا نحطها حطها بعاني حطها بجلدي for example an ointment is generally applied to dry scale skin a cream is applied to weeping or oozing for the surface to dry scale هاي سبيني المثال الاويتمنت اللي هو يكون غني بالدهون اوكي نحطه على الجلد الجاف ليش يكون نحطه على الجلد الجاف لان مثل ما اطفقنا كالشوكولاشي دهني يكون عنده emolent effect والامولent effect يمنع الماء من الهروب يكون مرطب افضل اوكي الpreparation اللي نستطيع نوعين حسب نوع المواد الincorporation اللي هو عبارة عن خلط والeffusion اللي هو عبارة عن خلط وهي حرارة بها الincorporation method in this method the components are mixed until uniform preparation is attained لان نخلطهم الى ان يصيرون وتساوين اوكي On a small scale the pharmacist may mix the component using a mortar and pestle or a spatula maybe used to rub the ingredient together on an ointment slab which is a large glass or a porcelain plate كلش مافتهمنا يقلك الاستخدامات صغيرة بالمختبر الصيدلاني ممكن ان يستخدم mortar and pestle مثل ما حتش نوعي الامولشن او ممكن يستخدم spatula الملعقة ممكن تستخدمها على المونة تخلط المادتين سوية يعني ببساطة اخلطهم ما اراد لها شيء الاستخدام ointment slab هي عبارة عن منصة او طاولة تقدر تشتغل عليها تستوي هاي الامور اللي هي شيء تكون مصنوع من قزاز او مصنوع من السيراميك او تكون الملعقة هاي الامور هاي الامور هاي عبارة عن سطح وهذا سطح يكون مراقم على مونة تقدر تشوف هاي الحباية حجمها صحية حجمها صغيرون قطعها شلون فهذا نسميه Piltile إذا كمبونت اوينتمنت رياجد مثل ايودين هاي الامور وهذا الاوينتمنت بايودين والايودين يكره الحديد والحديد يكره الايودين واحد يتفاعل وهي الثاني شي سوي؟ او قدر استخدم ملعقة مصنوعة من مطاط او من سيليكون عمود ما يتفاعلون بالنصنع من حديد او مصنوع من فلات الفلات بحديد سيتخربون The oignment is prepared by thoroughly rubbing or working the components together on the half surface until the products is smooth and uniform When preparing an ointment by Spatulation هي واحد من هذه الكلمات المعقّدة المعنى شغلة كل السهلة معناتها أن تخط شي بخاشوقة تقرأ الخاشوقة وتخط بي شي, نسموناة لتخلط الشهدات تعملت الشاوية بخاشوقة تقوم بخاشوقة بخاشوقة في اللازية، مع مهمة اذا صابخينكم قبل نفس الحاجين هنا انا نجيب لك مادة تحطها بصحن وتخلطها بخاشوقة تغير تكون مصنوعة من فولاد وبنفس الوقت كل شوية شو راح تسوي تاخد الخاشوقة ماتك طلعها من المخلوط ماتك وبستخدام خاشوقة ثانية تمسح الخاشوقة وتنزل منها المخلوط الي لزق بالخاشوقة الاصلية عدد خاشوقة الكبيرة خاشوقة صغيرونة بتخلط بالخاشوقة الكبيرة وووكلي شويتين بتشلع الخاشوقة الكبيرة وبعدين شنو تمسحها بالخاشوقة الصغير وانو بتذب المادة اللزقت بيها ونكره عنوض ما تاخد هوي عقق يعني تماما نسل طبخ تماما نسل الكاك لتصبلي كما تحط وماتك قموية ، بي طيب قموية ، بك Lily can one more تحط لك مادة شويتين جمي جيلاتينية مثل كمفور شو تسوي تطحنها تطحنها باستخدام طريق اسمه الهي هاي صراح مو يمنى بس لح تطحنها طحن بس لح تطحنها طحن المترجم تسلوه في مصر و تسلوه في مصر المصر يمكن أن تسلوه و تسلوه في مصر على المصر المترجم الى مصر تحط لك بها الحالة تطحنها طحن و تحط عليها على السمي صوت باسماتك بعدين شو تسوي تحطه على البيس مالت و تحطه على البيل تابلت مالتنا اشتراويتكم البيل تابلت هاي اتخافت دون شوفوها مرة ثانية هاي البيل تابلت نحن اخذها نحط المادة عليها و نخلي المادة جف ليش نخلي المادة جف و انا ما خلينا المادة جف شو لا يصير تبخل لبس هوائل منها و ما ادري شنو لاح يظل بس المواد الفعالة اللي حظل بيها وبعدين شنو اي انجردينت اخر ممكن ناخذه و نحط عليها و بعدين نخلطها مرة ثانية اوكي مادة ما تلا هي صلبة ولا هي جلاتينية ولا تكون قبي شو استخدم؟ شو يكون سائلة بس قبل لا تستوي هاي الشغلة دير بغ لك صديق الصيدلاني دير بغ لك شنو روح لبس مالتك و اقرا العلبة مالتك شوف شقد اكبر كمية من السوائل هاي المادة تقدر تستوعب قبل لا تنترس اوكي هاي يكون مكتوب عليها و طبعا المواد اللي تكون تكون غريسي اللي هي الالجينيس الهايدروكاربنس بعدين تكون عندها قدرة كلش قليلة لعنا لا تنتص السوائل بينما جماعة الاكوا فور والاكوا بايس هاي دولي الابزوربشن بايس عندهم ينتصون كميات جدا ضخمة من السوائل فهذه الحالة يتأكد انت ما جاي تضيف سائل زيادة فوق التي تقدر تتحمله اللافيكيشن هي عبارة عن خلط او طحن مع ماء نحن نخلط نحن نطحن واي ماء عالة عندما انا اسوي او طحن المادة طحن و ليش اسوي هاي الشغلة عام ده أصغر حجم الجزياء السقر حجم الجزئات. لماذا؟ السقر حجم الجزئات. على مواد الناتج النهائي ما يكون غريتي. غريتي ما ناته متروس بالغريت. والغريت هو الحبيبات ما للرمل. لو حبيبات ما يكون رملي شوية. ما رد هاي السوالف. ما يكون رملي. شونا نسويها؟ النطحن الباودر ما تنصر كل شنا عم بحثنا المريض ما يدربي باودر. ما يعرف هاي شنو. رملي شنو. رملي شنو. رملي شنو. ما يدعب الويت. ما يدعب الويت. اللافيجيشن مثل ما اتفقنا هي عبار عن طحن بوجود الماء. هنا ايضا انها تعريف اخر. اللي هو طحن المادة بوجود مادة اخرى لا غير قادرة على ان تذوب فيها. ايضا انتشار متساوي. هاي العملية ايضا يسموها بالويت جرين. الطحن المبلل. لان هو عبارة عن طحن. ويا ماي. باي سوي تفاعلات. حيناها ميتين مرة. كل ما ناخذنا موضوع جديد. لازم نقول. يا يابه. اذا الدراج مالتك ينفجر لما ناخذها. هاي سافة مزينة. talking. compassion organization ايضا عالمان نستوي navigation agent. او عفا هاي نقطع فتحك تماما. navigating agent like mineral oil or glycerin. It should be physically and chemically compatible. نفس الهاية بشي نسيت احتلية هو ما يحكي على البيس ولا يحكي على الدراج يحكي على الافيجات والافيجات طبقنا عنها هي مادة مساعدة بعملية الافيجات مثل المنرال اويل والجليسيرين والافيجات دائما ننضيها كميات مساوية للمادة الصلبة وليس للمادة السائلة اموتر والبيسل يستخدم في الافيجات اذا انت ما عندك اذوات ثقيلة من المصانع والله حقك اموتر والبصل اما نستخدم الافيجات 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 يجب ان تخدم المادة المضيقات و امين الافيجات الهادف من الافيجات هو الشغل المالتة ان يوزع يقلل المادة بشكل متساوي بالفهيكل يقلل الحجم بجزائه ويخلطها وبنفس الوقت نصغر حجمها بساطة إذا عندك مادة صلبة وهي المادة الصلبة الذوب بمادة أخرى فانت أصلاً راح تضيف هالمحلول مالتك وما لاح تأثر على الدرج ولاح تأثر على الاستقرار يومالدرج ولاح تأثر على الأفكاسي مالدرج وطفق نشين الأفكاسي المفروض تاخذيه هو الفارما البرودكت مي بي فرس تزوف في السوفنت وبعدين ينضاف يعني إذا عندك مادة صلبة وهي المادة الصلبة الذوب وما تخرب بالدرج نهائياً بعد أن ما تستخدم طريقة اللافيقاشن اللي هي نستخدم هالمواد الصلبة تقدر تذوبه بمحلول مالتك وبعدين نضيفه كمادة سائلة وطبعاً لازم تخطهن بمن بالسpatulation أو بالموتران بسل يعني الوراكل الشوكلاشي لازم تخط وراكل الشوكلاشي على مستخدم طرق ضخمة أو طرق صناعية الويتمنت أو رولر ميل يستخدم طرق صناعية يمكن أن يستخدم طرق صناعية أو رولر ميل يستخدم طرق صناعية بدلاً لما أجيب مورتران بسل وأطحنها وبدلاً لما أجيب سباتشولة وأخوطها أقدر بدل هذان الشغلتين استخدم رولرات رولرات مال أويتمنت أو رولرات مال ميل هذو اللي الرسم مالاتهم مثل ما تشوفون هنا عبارة هالصراح الصورة كليش مزينة ما تقدر تشوف منها أي شيء ما عاد الحج هنا فأنا جمعت لكم صورة أخرى اللي هي هاي هذو اللي عبارة عن رولرات لحي يجي الأويتمنت يدخل بيناتهن وينسحك سحك بحيث إن الجميع بحيث إن الأويتمنت متساوي ومنتشر بشكل جيد ويكون الجزئات متة كلهم نفس الحجم أو عفا يكون الأزهر تكون نفس الحجم دقريبا ويكون منتشرات شكل متساوي إذن رولرات يكون مصنوعات من الفولاد الخالص سين الستيل ويكون سموذين تكشر ويعيد هاي العملية لأن يكون النتيجة مال الأويتمنت يكون يعني متساوي يونيفوم المواد مات المتوزعة في شكل متساوي ويكون سموذ الفيوجن مثل اللي احنا أخذها في المحاضرة التالية أو أحظر موافقا في دراستكم بيد باي ترجمة نانسي قنقر